صلت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير السنوي الرابع عشر الصادر عن الاتحاد الدولي للغاز في يوليو الماضي بشأن الغاز الطبيعي المسال حيث يعتبر هذا التقرير المصدر العام لأكثر شمولا فيما يخص الاتجاهات الرئيسية في الغاز أشار التقرير كذلك إلى أنه على الرغم من أن عام 2022 كان عاما مضطربا في تاريخ أسواق الغاز إلى أن الغاز الطبيعي المسال أظهر قدرة كبيرة كمصدر أساسي للطاقة يتمتع بطاقة ومرونة موثوق بهما للانتقال الآمن للطاقة وأشار تقرير كذلك إلى أن حجم التجارة العالمية من الغاز عام 2022 بلغ نحو أربعمائة وواحد ونصف مليون طن متري